بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين لازمنا نتحدث عن التدليس وفي هذه المحاضرة سنتحدث عن حكم رواية المدلس وبما يعرف التدليس وأشهر المصنفات في التدليس والمدلسين حكم رواية المدلس اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على أقوال كثيرة أشهرها قولان وهما القول الأول رد رواية المدلس مطلقا رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع لأن التدليس نفسه جرح وهذا القول غير معتمد عند أهل الحديث القول الثاني التفصيل وهو القول الصحيح قالوا إن صرح بالسماع قبلت روايته أي إن قال سمعت أو نحوها قبل حديثه وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته أي إن قال عن ونحوها لم يقبل حديث المدلس بما يعرف التدليس يعرف التدليس بأحد أمرين الأول إخبار المدلس نفسه إذا سئل أنه دلس أي أن يعترف هو ويقر بأنه دلس هذا الحديث كما جرى لابن عينة في المثال الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة الأمر الثاني نص إمام من أئمة هذا الشان بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين هناك مصنفات كثيرة في التدليس والمدلسين أشهرها ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي واحد منها في أسماء المدلسين واسمه التبيين لأسماء المدلسين والآخران أفرد كلا منهما لبيان نوع من أنواع التدليس الثاني كتاب التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين ابن الحلبي وقد طبع هذا الكتاب أيضا والكتاب الثالث تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر وهو مطبوع أيضا بحمد الله تعالى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر